بأول فقراتنا لليوم رح نحكي فيها عن الخط العربي وقد شكل حالة جمالية ومضامين ثقافية وقيم روحية والثقة ضمن حافظة معرفية شكل هوية تسمت في أنواع الخطوط لتتجاوز الحالة التوثيقية إلى جماليات زينت صفحات الكتب والجدران والمباني ضمن فن العمارة العربية الإسلامية يا رشان أكيد اليوم وقد لعب نحكي عن الخط العربي عب نحكي عن ثقافية جدا مهمة انتقلت من جيل آخر اليوم رح نستذكر أهم أنواع الخطوط وقد هي مهمة بتربية هذه الأشياء وقد هي اليوم مهم القائمين على تدريس الخط العربي عندهم مسؤولية كتير كبيرة بنشر هيئة الثقافية والحفاظ عليها وكتير من الأسئلة رح نترجى فيها لضيفنا لليوم وهو الأستاذ أدهم فادي جعفري مدرس مادة الخط في معاهد دمشق أشخي سعد صباحك أستاذ وأهلا وسهلا بحضرتك رمضان كريم رمضان كريم كل عام وأنتم بخير أنت بألف خير أهلا وسهلا فيك بداية كنا بنعرف الخط العربي قديش له قيم معنا قديش هو فعلا يعني توثيق له بالكتوب بالمباني حضارة الخط العربي خلينا بداية نحكي عن القيم الجمالية والمعاني اللي بيوثق الخط العربي الخط العربي أولا هو ثقافة فأداء الكتابة تؤدي معنى لغوي ثقافي وتطور هذا المعنى إلى جماليات لم يكتفي الخطات بأداء الأحرف لغويا إنما والمعاني إنما أعطى شيء من الجماليات فيه وطبعا في رمضان رمضان شهر القرآن الخط العربي نشأ في خدمة القرآن كني وتطور هذا التطور في الخطات يعني يعرف قدسية القرآن فهو يكتب بأجمل طريقة عنده وتطور الكتابة جيل بعد جيل مع رفع هذا المستوى الفني جعله بمكانة عالية فنية وأيضا بنفس الوقت يؤدي المعنى الكلمات المعنى اللغوي صحيحة أستاذ ذكرت نقطة كثير مهمة أنه ارتبط بكتابة القرآن الكريم واليوم يلفتنا اليوم أي لوحة قرآنية نوع الخط المكتوبة فيها اليوم هيكي شو أهم العبارات اللي ارتبطت بذاكرة الشهر الكريم وأكيد رح نشتغل على الهوى شوي أنتي عم نتحدث بهذه القصة يعني أهم العبارات اليوم اللي دائما يعني خاصة بشهر رمضان يعني الآيات آيات المرتبطة برمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وأيضا التبركات الآن كل الناس يباركون لبعضهم بكتابات جميلة بخطوط جميلة رمضان كريم رمضان مبارك رمضان الخير هذه العبارات الجميلة كلها مكتوبة بخطوط وطبعا تدخل عليها الألوان تحبوا تتوجهوا لخط معين بكتابة القرآن الكريم؟ طبعا بالنسبة للمصاحف شيء واللوحات شيء آخر المصاحف نشأت بداية الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بخط كوفي قرن الأول هجري ثم تطور الكوفي حوالي أربعة قرون المصاحف كانت تكتب بخط كوفي ثم انتقلت إلى الأقلام الستة التي هي الثلث والنسخ المحقق والريحاني والرقاع والتواقع كتبت المصاحف بهذه الخطوط في هذه العصور إلى القرن التاسع الهجري ثم بعد ذلك بخط النسخ لأن خط النسخ هو أوضح الخطوط فضبط الكريمات وتوضيع التشكيلات يكون بشكل مناسب لهذا الشيء طبعا هذا بالنسبة للمصاحف أما بالنسبة للآيات القرآنية في المساجد في اللوحات يعني غالبا ما تكتب بخط الثلث خط الثلث وهنا عندنا نموزاج إن المتقين في هذا خط نسخ جنات وعيون خط ثلث خط الثلث يتميز بأنه خط جميل مدروس له كتلة قوية ومناسب لكتابات المساجد كتابات الكبيرة وله دراسة فنية عالية جدا بأشكال أحرف وأشكال أحرف لها أشكال يعني المين في خط الثلث لها ثلث عشر شكل والخطات المتمكن هو الذي يستطيع أن يستخدم هذا يختار هذا الشكل لهذا التركيب بموضعه بتوضع الكلمة بمساحتها يستطيع أن يؤدي في أشكال معينة ممكن نقول أنه هي أكتر استخداما هلأ من أشكال أخرى ولحسب بالنسبة للأحرف نعم في يعني هو في أولويات لبعض الأشكال يعني الأشكال الأساسية لها أولوية ثم تستخدم الأشكال الثانوية وفي مكانها يعني مثلا حرف العين مثلا هنا وعيون هذا يسمى عين صادي نحن عندنا عين صادية لها شكل بعد الحرف لاحظوا نزول قليلا لأليا لو كان الحرف صاعد نستخدم عين اسمه عين فنجاني عين أخرى وأيضا يوجد عين محيرة أيضا ثالثة نعم وهنا أيضا اللوحة الثانية وقل رب يغفر ورحم وأنت خير الرحمي هذا ديواني جلي خطة ديواني جلي خطة ديواني جلي أيضا من الخطوط الجميلة وتكتب في اللوحات يعني لا يستخدم ديواني جلي مثلا في كتابة المساجد وكتابة المحارب إنما يستخدم خطة ثلث لأنه مناسب لهذا الشيء تمام وقلنا أن المصاحف الآن في عصرنا الحالي تكتب بخط النسخ الذي هو الخط الأوضح والخط الأجمل لهذا الأمر صار يعني قريب صارنا نقدر نفهم يعني على أكتر من مرة حدا يبقى إراه بصير يعني شيء بيكسر عليه يعني أحيانا أول قراءة حتكون أكيد صعبة شو عم نكتب عم نكتب نحن رمضان كريم بخطة فلف وبدأت بها قبل قليل وأتابع اليوم في شيء خاص يعني مفروض يكون موجود أدوات خلينا نقول حتى تكون الكتابة صح أو يتعطيك شيء التي حاببه بالنسبة للأدوات أدوات الخط مهم جدا أن تكون دقيقة لأن حتى تعطي شيء دقيق وشيء جميل يعني عننا القصب مثلا أنواع القصب هذا النبات يعني الله سبحانه وتعالى أنبت لنا الأقلام القلم وهذا مستخدم قديما جدا حتى الفراعيني كانوا يكتبون بالقصب وله طريقة دقيقة في البري كل خطات له طريقة في بري القلام طبعا يأتي القلام بهذا الشكل القصبة ثم تبرى بأدوات خاصة ولها مقطة وأيضا لها شق حتى يدخل الحبر في داخل الشكل ويؤدي الكتابة وعندنا أيضا المحبرة المحابر الألوان لا علاقة بالمناسبة المعينة أو بالشيء المعين أو الشيء التي تتبهون لحسب الاختيار هو الأساسي هو الأسود أسود واضح ويعيش طويلة أكثر من غير الألوان بعض الألوان مع الزمن تختفي أما الأسود يعيش في فترة طويلة وأنوه أن المحبرة فيها خيطان حرير يضع فيها خيطان حرير حتى لما أستمد أنا من المحبرة يأخذ بقدر بسيط ما يأخذ يعني لو كان سائل سيكون تعامل معه صعب يعني يطول لي يجف كمان كمان ممكن فهيك بتاخد حدة يعني بهذا الشكل وأيضا فيه تقنيات جديدة بالأقلام حتى لها ماركات وكذا يعني أنواع كثيرة الأخطاء قابل للتصحيح اليوم عن طريق شو عن طريق شو كل حبر له طريقة في التصحيح ممكن بالحق أو مسح تمام في بعض الأحبار أحبار الصناعية أو حتى هي الأقلام الناشف يعني من أصعب ما يكون إذا وقع على الملابس أو شيء يعني إزالتها أما هاي الأحبار لا هاي أحبار نباتية تمام قابلة للتصحيح قابلة للتصحيح ومهم جدا يعني نحن بالنسبة للتعليم نعلم الطالب التصحيح مع الحرف لأنه مو معقول مثلا يكتب لوحة يعني يعمل بها ساعات طويلة بسبب خطأ صغير خطأ صغير أنه يعيد ألا ممكن بيصحح والتصحيح مهارة في كل شيء التصحيح مهارة حتى في الإزاعة إذا كان صحيح يعني نص تصحيح فوري أو كذا يعني هذي مهارة ارتجالي وخبرة عالية طيب أستاذ أدعم اليوم حضرتك أنت يا هيك عم تكتب لنا رمضان كريم خلينا نحكي اليوم عن دوركم اليوم أدي دوركم ومهم وذكرت أنت اليوم الطالب وقتل بتعلمه كتابة هذا الخط أيضا متعلموا قطة صحيح اليوم عندكم رسالة كتير مهمة ومسؤولية جدا كبيرة بمحافظة على هذا الفكر الثقافي نعم نحكي عن دوركم اليوم كيف عم تشتغلوا لحتى تخلينا نقول تجذبوا كتير من الشباب والصبايا العالم الخط بزمن الفوضى اللي عم نعيشه أو السرعي اللي عم نعيشه صحيح يعني هو الحقيقة نعيش نحن في زمن بعيد عن الروحانيات صحيح يعني كله ماديات إن كان مثلا التواصل عن طريق الموبايل يعني كلها أشياء جامدة فالآن يوجد نهضة أو يعني يعني هروب إلى الروحانيات ومين هذا الخط الخط في روحانية عالية جدا وخاصة عندما أستمد الحبر وأكتب غير الطباعة غير الطابعات غير شيء فهذه الروحانية مهم جدا أنه كل إنسان يكون عنده نافذة في حياته على الفن إن كان خط أو موسيقى أو شيء يجب أن يكون يعني يفرغ هذه الأشياء اللي في داخله بشكل فني الآن بالنسبة للطلاب أيضا يوجد شقين الشق الأول ابتعاد قليلا الطلاب عن الكتابة بسبب الطباعة الآن الطباعة تماما استسهلوا الأمر وكل شيء مطبوع يعني أنا أضرب مثال مثلا لطلاب البكالوريا يأتي المدرس المدرس الرياضيات ويكتب السبورة كاملة ويجتهد ويعرق طول الحصة فيأتي الطالب بسهولة تماما يلتقط هذه الصورة ويقول سأكتبها في البيت ولكن هو لم يكتبها بإراها من الموبايل بإراها من الموبايل وخلصنا فالكتابة صارت قليلة وصار عنا ضعف بالخط بسبب قلة الكتابة الكتابة بحاجة لميراس بحاجة لحب لهذا الحرف حتى أكتب بشكل صحيح مع الأسف في هذا العصر ابتعد الطلاب عن الكتابة حتى صار فيه نظام الأتمتي ضمن الامتحان تماما كمان عم يقلل من الكتابة كثير تماما يعني كنا نخيف الطلاب بأنه بكرة بالبكالوريا بنقصلك علامات مشان خطك الخط صار أتمتي ما عد في المجال كان يروح علامات تروح علامات كثير بسبب أنه المصاحة غير معه ما نقادر يفهم شو مكتوب على الورقة يعني وامثلة حقيقية كثيرة في هذا الشيء يعني نقص العلامات بالنسبة للخط يعني هو حتى الطالب بعض الأحيان يصل إلى يعني مستوى سيء أنه لا يستطيع هو يقرأ كتابه كيف يرجع هذا الشيء بالمدارس حتى يمكن دورات الخط العربي لازم يمكن تتفعل بالمدارس كيف هي المهمة يمكن من السنوات الأولى للطالب لحتى يدائما يضل عنده هذا الشيء تمام كلامك دقيق جدا وخاصة السنوات الأولى الحقيقة يعني في مناهج وزارة التربية هذا موجود من الصف الأول الابتدائي إلى ثامن مادة الخط موجودة مفردة من مفردات اللغة العربية في عنا محصلة اسمها الأملاء والخط هي محصلة لكن يجب تفعيلها تفعيل المدارسين اخضاع المدارسين لدورات حتى يتطور بهذا الأمر ينقلوا هذا الأمر إلى الطلاب خلينا هيك نشوف أين وصلت كتبت أنا رمضان كريم جاهزة خلنا نستعرض بعض سنكون على الكاميرا ونحكي اليوم أستاذ على أهم ناخد على هاي الكاميرا على هاي الكاميرا نحكي أستاذ أدهم اليوم عن أهم التطورات اللي دخلت على الخط العربي اليوم أدهمهم الحفاظ على تراث هذا الخط يعني اليوم واكبته ولكن حافظته بنفس الوقت صحيح الحقيقة الخط يتطور كما كل شيء يعني في الحياة مستخدم يتطور فالخط مستخدم دائما كل شيء كتابي هو خط فالتطور يكون بشكل مستمر إن كان فنيا وإن كان تقنيا الآن أنواع الخطوط في الكمبيوترات يعني كل الكمبيوتر في مئات الأنواع من الحنطة طبعا فيها شيء جيد فيه شيء غير جيد لكن كله يتطور ويبقى شيء جيد ويعني مثلا كثير من الاستخدامات في الكمبيوتر يعني عندي مثلا مئة خط لكن أنا أستخدم منها أربعة أو خمسة فقط لا أستخدم أكثر ليش؟ لأنه الباقي غير جيد فدائما الجيد يبقى وأيضا فيه تطور في فن الخط هذه التقنيات التصوير والبرامج الحديثة على الكمبيوتر أيضا ساعدت الخطات فيه تطوير هذا الحرف الحرف الجميل واستخراج الجماليات من العهود السابقة من الأساتذة القدماء قدماء بالمخطوطات وكذا يعني نصور الأحرف ونستخرجها ويدرس الطلاب هذه الأحرف بتقنية عالية تمام إذا بنا نحكي اليوم عن دور الخط العربي بالمناسبات بالأعياد هل هذا الشيء لسه موجود قدي شوية هو إلو قيمة لما نحن بنا نبعث معايدة مكتوبة يمكن هلأ كمان خفت صار في أنه الجوالات والرسائل بس في ناس عندها لسه تعني لكتير صحيح هلأ هي حتى الرسائل المعايدات هي مكتوبة بخط أصلا يعني اللي صنع هاي المعايدة اللي نحن عم نستخدمها كتير هو خطات أصلا تمام فالناس بتلاقي كمان بيدوروا على الشيء الأجمل بالنسبة للحرف بالنسبة للخط تمام حتى يرسل المعايدة شيء يعبر عن نفسه بهذا الشيء وطبعا برمضان ارتباط الخط برمضان شيء وثيق ليش؟ لأنه رمضان الإنسان مع قلة الطعام بيصير عنده الروح بتتنشط أكثر بيصير عنده شفافية أكثر والخط هو فن من الفنون بحاجة لتزوقه إلى صفاء روحي صحيح وهذا الصفاء في رمضان هو أكثر وأعلى ومناسب لي هذا الفن؟ bases لا Kahlo لرأس إلى لك